السلام عليكم ازايكم ايه رأيك لو انا قلتلك ان انت تقدر تحول خيالك للرسم حتى لو انت ما بتعرفش ترسم يعني تقدر تحول خيالك لكلام والكلام ده يتحول لرسم قدامك باستخدام الزكاء الاصناعي تعالى مثلا ان تخيل مع بعض انا مثلا دلوقتي متخيل اني وحالا اني بتخيل معاك مش محضر سكريبتي يعني انا مثلا دلوقتي بتخيل اني فيه فرخة مسكرة شاش وبتضرب نار ويفيه سجارة في بقها تعالى بعد اني تخيل حاجة تانية زي مثلا بقرة وقفة في مطبخ وبتعمل اكل تعالى مثلا اني تخيل حاجة تانية اني مثلا عصفورة لابسة بدلة وقعدة في اجتماع مثلا يعني عصفورة رئيسة مجلس ادارة كل ايه انا بتخيل معاك حرفين بدون اي سكريبت فانا في الفيديو بقى بإذن الله ده هقولك ان انت زي تقدر تعمل خيالك لصور واقعية باستخدام اداة مجرني اللي انا بإذن الله هتكلم عنها في الفيديو ده هيكون لها سلسلة فيديوهات كتيرة اوة على القناة قبل ما يكوش في موضوع كل الصور دي قدامك انا بالفعل عملتها بعنطرية زكاء الاصطناعي زي ما اتشاف صور كتير جدا عملتها قدامك عن طرية زكاء الاصطناعي من غير ما انا ارسم حتى ولو بشرطة قلم كده وده هيكون موضوعا عشان ما تقولش عليكم اكتر من كده لو اول مرة تشوف قناتي اشترك في القناة وفعلي الجرس وعشان ما اطولش عليكم كل الرابط بإذن الله تليه عندك في رابط الموضوع الموجود تحت في الوصف ويلا بينا بقى دلوقتي للشرح تمام يا شباب نيجا بقى دلوقتي للخطوة التانية واللي هقولك فيها ان انت ازاي تقدر ترسم باستخدام زكاء الاصطناعي على موقع مجرني طبعا كل الرابط زي ما قلت لها تليه عندك في رابط الموضوع الموجود تحت في الوصف واول حاجة انت محتاجة انت تعملها ان انت تخش عندك على موقع ديسكورد موقع ديسكورد طبعا موقع معروف جدا او خدمة معروفة جدا وبشكل خاص يعني للجيمرز اللي هما بيتواصلوا مع بعض اسكان صوت او شاد او غيره بجانب ان موقع ديسكورد يعني اصبح حاليا بقى عليه سرفراك كتيرة جدا وادوات كتيرة جدا تقدرين انت تستخدمها زي الاداة اللي احنا نتستخدمها في الرسم فيعني موقع ديسكورد او خدمة ديسكورد ما بقتش محكمة فقط يعني ما بينها وبين الجيمرز لها بقت لحاجات كتيرة جدا انت دلوقتي محتاج تفتح حساب عليه ده بشكل اولي واول حاجة اول حاجة انت تتعملها تجي هنا عندك على لوجين اول ما تخلش عندك عليه طبعا انا بيقول لك لو انت عندك حساب فادخل عليه لو معندكس فحنا هنفتح حساب عليه يعني انا بقرر نقطه ديه مرة تانية لو انت عندك حساب خش عليه بشكل مباشر لو ما عندكش تعالا بقى دلوقتي نفتح حساب عليه هروح رايح اني عندي على الخيار ده تمام اللي هو need in account على اساس اني افتح حساب وطبعا هنا اضيف بقى ايه الاميل بتاعي كون الاميل بتاعي انا افلا نسيبه قلي الزمن والاميل ده ما بفتحوهش الا نادرا فحط عندي الاميل بتاعي هحط عندي الاسم معلش افتراضا هيكون مثلا وهحط عندي هنا الباسورد. هقول له مسلا هنا طبعا بيقول لي السنة هقول له مسلا يا سيدي انا طيب هنا بيقول لك لو انت حبيت ان انت يعني يجي لك ايميلات واعلانات على يعني من موقع ديسكورد على ايميل لك. انا بيقول لك ده اختياري. حابب حابب مش حابب براحتك. فهتقول له هنا. طبعا هنا اول ما انت تدوس هنا طبعا هتروح جاية عندك. ويتقول له انا انسان. وطبعا هنا بيطلب منك ان انت تحط بعض الصور اللي هو بيديه لك. كمسال ازا هنا بيقول لك امواك بحرهائك. فده وده امواك بحرهائك. انا كده بالفعل عملت حسابي. وطبعا هنا هيطلب منك حاجة. اولا هو هنا بيطلب منك ان انت تاكتف الايميل بتاعك. طيب هتروح هنا عندك على الجيميل وبعد كده تاكتف الايميل بتاعك. فين يا ربي هو ده ثم كده انا اكتفت الايميل بتاعي على ديسكورد. دي نقطة مهمة جدا عشان تقدر انت تستخدم البرنامج بكل حرية. نيجي بعد الوقت للخطوة التانية وهو موقع اللي هسيب لك الرابط بتاعه زي ما قلت لك الرابط الموضوع الموجود تحت في الوصف. اول حاجة انت محتاج تعملها طبعا هتلاقي عندك تعقيد شوية بس انا هشرح لك الموقع ده بالتفصيل بإذن الله في المستقبل. هتخش هنا عندك على على اساس ان انت تنضم للبيتا. طبعا هنا يعني هيظهر لك السيرفر بتاعه على طبعا انت حساب مواصق وكل حاجة فهتقول ايه اكسبت او اا يعني قبول الدعوة. كده انت دخلت بشكل رسمي على السيرفر. كده خلاص انت كده دخلت بشكل رسمي على السيرفر. هنا يعني محتاج بقى ان انت تتركز معاه شوية عشان هفاهمك كل حاجة. كل صغيرة وكبيرة هفاهمها لك. زي ما انت شايف ده السيرفر جنبك على الشمال اللي هو اا يعني شبه الصورة ده وعليه مركب. طبعا كل ده فيه الصور والحاجات اللي الناس بالفعل يعني بترفعها. يعني ما كمثال زي ده وده وده وصور كتيرة جدا. كل دي ناس بتصمم وهي اعدة دلوقتي. هنا قتلاح عندك بعض السيرفرات زي نوبيس اربعين ونوبيس عشرة ونوبيس سبعين ونوبيس مية. يعني اي حاجة فيها اا نوبيس زي ما انت شايف او اللي هو نيوبيس باختصار شديد ده للناس الجديدة اللي هي بتجرب وحب تصمم. عندك هنا قد ده الشات للمصممين وده الكميونيتي او المجتمع الخاص بالايه بالمصممين ان هما مثلا بيعرضوا فيها الصور بتاعتهم. يعني انا بيديك نبزة برضو عن يعني اللي الناس بتعملوا. تمام اللي صوروا اللي هما بيعملوها. بس انت عشان تركز على التصميم اللي انت حابت تعملو خش عندك على اي اللي هو اول اللي اسم ايه ده. اللي هو اوله بمعنى اضاك. هنا بقى نيجي للخطوة التانية. شايف انت الدرداشة اللي تحت دي او سندوق الدرداشة اللي تحت ده. هتيجي هنا عندك عليه. وطبعا اول حاجة انت محتاج ان انت تعملها ان انت هدوس عندك على الشرطة دي. هتكتبها هنا عندك. زي ما انت شايف. جميل? هتكتبها هنا عندك. بالمنظر ده. جميل? بعد كده طبعا هتروح جاية عندك. وديس عندك على كلمة او اه تخيل او خيال. تمام? مرة تانية. شرطة حرف الاي ثم حرف الام. هيظهر عندك الكلمة دي. زي ما انت شايفها. هتروح جاية مختارها. طبعا هنا في البداية هيطلب منك ان انت اه تاكتف يعني او ان انت يعني تقبل الشروط اللي هو بيدها لك. انا بيقول لك ان انت محتاج ان انت يعني توافق على الشروط في البداية. فهقول له ماشي انا موافق على الشروط. كده انا وفقتها على الشروط. نبتدي بقى ان احنا نرسم. اروح جاية مرة تانية. وكاتب هنا سلاش. وكاتب هنا حرف الاي والام هيظهر عندي كلمة او او طبعا دلوقتي اروح جاية عندي فاتح جوجل. طبعا جوجل ترجمة لان انا مش ضريع في اللغة الانجليزية. وقت كدي بقى ان انا تخيل ان انا عايز اتخيله. هقول له مسلا يا سيدي انا اا متقطة. مسلا قطة. افتراضا يعني. تمام? نجتم مسلا قطة. صفراء اللون. اا تسير على القمر. وخلفها الفضاء. و اا الكرة الارضية. وبس. تمام? افتراضا يعني. شفت بقى انا بتخيل ازاي? يعني كل ده انا بتخيل حرفيا. دلوقتي اروح جاي ناسخ. ودلوقتي اروح رايح ايه? ناسخ بقى اللي انا كتبته ده. في اللي هو الايه? اللي هو الامجينيشن. هنا في حاجة يعني حابب اقول لك عليها. ده او اللي هو الروبوت ده. ليه عدة اصدارات. الاصدار الاول والاصدار التاني والاصدار التالت والاصدار الرابع. لو انت جيت دست على طول بشكل مباشر. يعني يعني انت جيت حطيت الكلمة. ودست على طول بشكل مباشر. حرفيا هو هيستخدم الاصدار الاول فقط يعني الخاص بيه للتصميم. مش هيطلع بنفس الجودة اللي الناس بتطلعه زي مسلا زي الصور دي. يعني شايف انت الناس بتطلع صور جودة عامل ازاي? الصور دي مسلا. صور جميلة جدا وصور يعني تقريبا شبهة وقعية. نفس الشيء الصور دي صور جميلة جدا وتقريبا شبهة وقعية. الاصدار الاول من نفسه مش هيطلع لك الصور زي ما انت عايز. هيطلع لك بالاصدار الاول خاص طيب ازاي بقى ان انا استخدم الاصدار الرابع? طبعا زي ما انت شايف ان ده اسمي اللي هو طيفة وب وب وهنا دي الصورة اللي انا تخيلتها. هتحس انها صورة تقريبا شبه زيتية. يعني اللي هي الصورة المرسومة بالايد او الصورة بمعنى اضاق. زي ما انت شايف بص? صورة تقريبا بعيدة عن الواقعية زي اللغة العربية والصينية كده. زي ما انت شايف بص? مش واقعية اطلاقا. حرفين صور سهيئة جدا. الصور دي انا مش عايزها. انا عايز بقى ان انا استخدم او اعمل صور واقعية زي ما الناس دي بتعمل. ازاي بقى? انا دلوقتي محتاج ان انا انسخ نفس الخيال اللي انا عملته ده دلوقتي. اروح رايح هنا عندي ناسخ تاني. وارح هنا حاطت عندي الكلام اللي انا حبه. بعد كده اروح جاي هنا بقى احدد الاصدار اللي انا عايزه من البود. ازاي? اروح جاي عامل شرطتين بالمنظر ده حرف الفي ثم اه يعني قدي مسطرة ورقم اربعة. هتلاقي حتى عندك ناس كتيرة اوه بتكتبها. لو انت انسيتها الا هو. او لو انت انسيت ازاي بتكتب. هتلاقي عندك هنا ناس كتيرة او تكتبها لو انت طلعت فوق. تمام? هتلاقي عندك هنا فيه مسلا ناس بتكتبها هو. انت بتستخدم الاصدار الرابع الخاص بالربوط. تقدر هنا مثلا نتحط بعض الرموز الاخرى. كمثال مثلا زي كيي. تمام? نكتم اه نجري مسلا هنا اه نكتم مسلا اه تفاصيل طبعا عشان انا. تفاصيل مفرطة تمام يعني يعني عايز تفاصيل دقيقة جدا وتفاصيل كتيرة جدا. اروح جاي مسلا حطتها هنا اهو جميل. على اساس انا ايه? احصل على تفاصيل اقوى. اقدر مسلا ان انا اجي هنا اقول له عايز مسلا ايه? اللوان او او مسلا اه وضع سينمائي. وضع سينمائي. اللي هو تمام? زي ما انت شايف. اقول مسلا هنا جاي حطت عندي. اقول له مسلا انا عايز دلوقتي ان انا احط وضع الايه? جميلة على اساس ان انا احصل على جودة ممتازة. طبعا دلوقتي دي بعض الرموز اللي انت بتدي نبزة لمسلا الروبوت ان هو يعرف انت عايز بالزبط. دلوقتي اروح جاي دايس عندي على وانتظر. اولا ما انتظر هنا طبعا بيقول لي او انتظر للبدء. طبعا هو دلوقتي بيبتدي ان هو يتخيل اللي انا بحاول تخيله. تماما على اساس ان هو يبتدي ان هو ايه طلع لي الصور اللي انا عايزها. فطبعا هنتظر لحد اما يعالك. هو بياخد وقت شوية. زي ما انت شايف. دي الصور دلوقتي اللي انا عملتها. تمام? شفت الفرق. شفت الفرق ما بين ده. والصورة اللي انا عملتها. كانت عاملة ازاي? بص. تقريبا دي صورة واقعية جدا. قطة حقيقي على الامر. واو مسلا يعني على الامر وبتبص مسلا نقول الكوكب. هو ممكن يكون الزكاء الاصناعي. مفهمش انا عايز اوصف قبل الزبط بسبب ترجمة جوجل. بس شايف الفرق شايف الاختلاف. طيب تعال نجرب حاجة تاني. نقول مسلا اه رجل اه ينظر نقول مسلا ينظر الى الكاميرا. اه وحاول له جمهور. تمام? يعني حاجة بسيطة. عشان اوريك مسلا انا اقدر اوصله انا عايز ايه? وطبعا هنا اقدر ان انا ادي له بعض النبذات. يعني مسلا بعض الحاجات. زي مسلا ايه? زي مسلا ان انا عايز يكون مسلا افتراضا. اه عدسة مسلا خمسين ملي متر. تمام? انا عايز عدسة خمسين ملي متر. اللي هو يكون عدسة خمسين ملي متر. ويكون مثلا متصور اه مثلا نقول كاميرا ماثلا نقول سبعة سبعين دي. اللي هي الكاميرا بتاعتي. اللي هي كاميرا سبعة سبعين دي. ادي له بعض التفاصيل انا عايز بالزبط هو هيكون متصور بايه? تمام? اروح جاي ناسخ كل ده. طبعا معد التعديل يعني. اروح جاي几ة عميل تمام? بالمنزر ده اروح حاطط اللي انا عايزه طبعا اقوم شايل ده. بالمنظر ده كده هو. وطبعا اشيل حرف الا دي لاني ملاهاش لازمة دي الزيادة يعتبر. واقوم جاي هنا عامل الاصدار الرابع من اللي هو اللي انا كلمت عليه. وطبعا هنا بقى اقول له مسلا عايز ان هو يكون مسلا ايه? افتراضا يعني. نيجي مسلا اقول له عايزه اتش اه اتش دي ار تمام? اه اتش دي مسلا. على اساس ان هو يدي الجودة عالية. ودلوقتي اروح جاي عامل اطلاق. على اساس ان انا ايه? ابتدي بقى ان انا اصنع اللي انا عايزه. وانا انتظر ونشوف نتيجة هتكون عاملة ازاي. اه دي الصورة اللي انا عملتها دي صور بتاعتي اللي هاتف ابو. لو انا جيت فتحتها هتلاقي زي ما انت شايف. حرفيا صور واقعية مية في المية. زي ما انت شايف. شخص بيبص بالفعل على الكاميرا وحوالي جمهوره متصور بعدسة خمسين ميلي متر. هتقول لي طب انت ايه اللي عرفك انها عدسة خمسين ميلي متر. هقول لك لاني الاصل اني العدسة دي مشهورة جدا انها بتصور علشان كده هو حطلك اصلا الشخص بهيئة بجانب ان هو العزل وراه قوي جدا. ودي المشهورة جدا. العدسة دي مشهورة جدا ما بين المصورين. واكيد لو انت عندك العدسة دي هتعرف الصور بتاعتي تطلع عاملة ازاي. فهي نفس الفكرة. مطلع عليك نفس النمط بتاع العدسة. واحد بالفعل هو يبص على الكاميرا زي ده او ده او ده او بعد كده هتقوم مسلا بيعني باختصار شديد ايه شايف انت العزل اللي وراه اعمل ازاي. تمام? الموضوع بسيط جدا والزكاء اللي صناعي هو بيعمله لك. طيب هقول مسر الاسي دي انا فيه بالفعل صور عجبتني واحابب ان انا اطلعها بقى او اخرجها. مسلا كمسال زي الصور رقم تلاتة وصور رقم اربعة. الصور رقم اربعة عجبتني اكتر. تمام? اقوم مسلا جاي ديس عليها. طبعا دي عندي بتبتدي من ايه? واحد اتنين تلاتة اربعة. اروح جاي عندي عن رقم اربعة وديس عليها على اساس بقى ان انا ابتدي اخرج الصورة بتاعتي. طبعا هو هنا بيديني وقت على اساس ان هو برضو يعالج الصورة ويطلعها لي. انا انتظر لحد بس ان ما يخلص. زي ما انت شايف بعد ما خلص دلوقت يطلع لي الصورة اللي انا اخترتها بالجودة عالية جدا. تمام? زي ما انت شايف. قدر دلوقت ان انا احفظها عندي. حفظ باسمه دلوقت قدر ان انا ايه? هحفظ الصورة. طبعا دي صورة انا عملتها برضو لشرح مبارح اللي انا للاسف ما رفعتوش. اه كون ان هو كان فيه اخطاء كتير يعني. فعملت شرح تاني. برضو نفس الشيء بواقعية. وبص نفس الفكرة. تمام? نفس يعني تقريبا نفس الراجل. تمام? نفس الفكرة. ده عن طريقي زكاس اناعي. ده عن طريقي زكاس اناعي. تمام? فحرفيا انت تقدر ان انت تعمل اللي انت عايزه باستخدام الادة دي. وبس أنا كده شرحت جزء كبير قوي منه طبعا بإذن الله بقى في الفيديو الجاي هشرح حاجات كتيرة جدا وانت زي تدر تحاول يعني صورك الشخصية والحاجات دي كلها وكده أكون وصلت لنهاية الفيديو لو عجبك الفيديو بقى بتنساهش أني تتعمل لايك الفيديو وتشترك في القناة وتفعيل الجرس وأكون سعيد جدا طبعا باشتراكك وتفعيلك للجرس وكمان لو عملت شير هكون سعيد أكتر وأشوفكم عن الخير بقى بإذن الله الفيديو الجاي ومع السلامة